اهلا بكم يا شباب وفيديو جديد النهاردة من قناة موباليس بيكس النهاردة عندنا شوية اخبار وشوية تسريبات عن شركة شاومي وشركة جوجل كلنا عارفين طبعا عن شركة شاومي من اكتر الشركات اللي بتنتج هواتف محمولة وبتحاول نهاية تجيب لنا منتجات واجهزة بمواصفات كويسة مع سعر فعلا بتنافس به الشركات الموجودة في السوق حالي والخبر التاني خاص بالبيكسل ووتش اللي بتيجي من شركة جوجل واللي مرتبط بها قصة تعتبر طريفة جدا هنعرفها في اخر الفيديو اهلا بكم مرة تانية هنبتدي مع اخبار شركة شاومي الموديل التنفيذ الخاص بالشركة اعلن ان الشركة هتبتدي في طرح السلسلة الجديدة من الريدم نوت 12 متوقع ان السلسلة دي هتنزل في الكوارتر التاني من 2022 وهتيجي بمواصفات كويسة جدا كمان الشركة قررت انها تعتمد على معالجات من شركة ميديا تيك وهي الدايمون سيتي 8000 مع حجم البطارية المتوقع انه هيجي بساعة 5000 ميلا امبير طبعا كلنا عارفين ان اجازة الريدم نوت لقت نجاح كبير وسط الاجازة الموجودة في الفيديو المتوسطة لانها بتقدملك مواصفات كويسة مع سعر بيعتبر منافس جدا نيجي للخبر التاني من شركة شاومي بس المرة دي هنتتلم عن الاجازة اللي هتيجي في الفيديو الرائد طبعا كلنا عارفين ان شركة شاومي اعلنت عن شاومي 12 في دسمبر 2021 طبعا الاجازة دي جايت بمواصفات كويسة جدا على مصاوي الشاشة من نوع الالت بي او امالود اللي بتيجي بمعدل تحديث الـ 120 هيرتز مع احدث معالج من شركة كوالكوم وهو سناب درجون 8 جيل الاول الشركة قررت انها تعلن عن جهازين جداد وهو شاومي 12 اس و 12 اس برو الاجازة هتيجي بنفس التصميم سلسلة شاومي 12 ولكن الاختلاف هيكون على مصاوي المعالجة ففيه خبرين واحد منهم بيقول ان الشركة هتعتمد على معالجات من شركة ميديا تيج كدامين سيته 9000 وبيعتبر معالج محترم جدا على مصاوي الفئة الرائدة او ممكن الشركة هتعتمد على معالجات من شركة كوالكوم ولكن المرة دي هيكون سناب درجون 8 الجيل الاول بلاس وده هيبقى معالج متطور عن المعالج اللي كان الموجود في شاومي 12 وفي الحالتين سواء اذا كانت الاجازة هتيجي بن معالج من ميديا تيج او من سناب درجون فبيعتبروا المعالجين دول من افضل المعالجات الموجودة في السوق وهيتدموا لك تجربة ممتازة جدا نيجي بقى لشركة جوجل والقصة الطريفة الخاصة ببيكسل واش الشركة عادت حوالي 3 سنين بتحصل على برقات اختراعه بتحاول تحط التكنولوجيا جديدة بحيث انها تنزل تنافس بقوة الساعات الموجودة في السوق من فترة في واحد اقعد في مطعم في شيكاغو بيبص لقى فيه ساعة قدام منه ومش بتاعت حد قرر ان هو ياخدها ويلبسها ومشي بيها صديق ليه شافوا لبس الساعة ديت فام صورو ام نزل الصور بتاعت الساعة على السوشيال ميديا بعدها في فترة ممثل شركة جوجل طلعوا اعلن ان نهاية ديت ساعة البيكسل ووتش وان هي فقدت في المطعم ده وده بيعتبر نوع من انواع الدعاية بتحاول الشركات النهاية تعمله عشان خاطر تجذب اكبر عدد ممكن من المستهلكين لان لس القصة دي حصلت من كام سنة وكانت في ولاية سان فرانسيسكو وكانت خاصة بجهاز نيكسس 4 نيجي بقى لمواصفات الساعة الشركة اعتمدت على معالج من شركة سامسونج وهو معالج اكسونوس مع وجهة تشغيل Wear OS 3 فيها شوية مميزات كتير وتطبيعات منها الامريكان فيتبك كمان شركة جوجل اعتمدت تقنية جديدة في الساعة دي واحتمال نشوفها في البيكسل ووتش بشكل كبير وهي الامعات الجلدية بمعنى هتبقى لبس الساعة في معصم ايدك عادي خالص حبيت تعالي الصوت توطيء او تنقل اغاني او تنقل من قناة للتانية مش هتدوس على الساعة لانت هتدوس على معصم ايدك اما بالنقر اما بالامعات فوق او تحت وهتبتدي الساعة تستجيب مع الاوامر اللي انت هتعمالها فدي بتعتبر تقنية جديدة اعتمدتها شركة جوجل واكيد هنشوف تحديثات في الايام اللي جاية وهتبقى سوق الساعات هيبقى فيه منافسة رهيبة جدا خصوصا للتكنولوجيا الجديدة اللي اعتمدتها شركة جوجل دي كانت اخر اخبار عيفناها عن شركة شاومي وجوجل وارب يكون فيديو النهاردة عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة